الى الواجهة مجددا عادت المواجهات العسكرية على الشريط الحدودي مع السعودية منذ اسبوع المواجهات تصعدت وبلغت دروتها مع قيام المتمردين الحوثيين بتكثيف القصف الصاروخي على مواقع سعودية في منطقة نجرانة المحاذية لمحافظة سعدة معقل الحوثيين كما ان الميليشيات الانقلابية اطلقت صاروخا باليستيان من ترازي زلزال ثلاثة صوب منطقة نجرانة ويعد زلزال ثلاثة سلاحا ايرانيا متطورا يصل مداه حوالي 200 كيلو وتم الكشف عنه قبل اسبوع اذ تمكنت ايران من ايصاله لوكلائها الحوثيين مستغلة توقف ضربات التحالف العربي منذ انطلاق مشاورات الكويت المتعثرة اخيرا بفعل تصعيد الانقلابين على الميدانة عند الشريط الحدودي فضلا عن رفض وفد الحوثي وصالح مجددا لمرجعيات المفاوضات مطالبين باستمرار المشاورات لكن خارج اطار الالتزام بالمرجعيات الثلاثة وفي سياق ابتزازي السعودية لجأت الميليشيات الحوثية الى استخدام ورقة الحدود مرة اخرى للضغط في طاولة المفاوضات التصعيد الحوثي الاخير ضد السعودية اعتبره المتحدث باسم الجماعة الحوثية حقا طبيعيا متناقضا مع تصريحات سابقة له اعترف فيها بخطأ استهداف المملكة فشلوا الحوثيين في الضغط للالتفاف على مرجعيات المشاورات دفعتهم الى تفجير الحرب على الشريط الحدودي وانهاء الهدنة المشتركة التي كانت السعودية قد وقعتها مع الحوثيين في منتصف مارس من العام الماضي